كيف يمكن أن ننجو وكيف يمكن أن نحافظ على اللحمة العربية بشقيها بغض نظر عن الديانة نعم نحن أيضا كمسيحيين عرب عندما نتحدث عن المخاطر أو تحديات للتواجه المسيحيين عرب بشكل خاص هناك التطرف وهناك أيضا الجانب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي مع الأسف في الفترة الماضية لم نعد نسمع عن العدو الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي كمهدد أيضا للوجود المسيحي في داخل فلسطين يعني التهينا بقصص التطرف من الناحية الإسلامية هذا طبعا خطر وأنا صراحة كتبت عن ذلك عندما جرى هناك اجتماع كبير لمسيحيين مشرك وقياداتهم الدينية في أمريكا وقابل الرئيس الأمريكي لم يكن هناك قادة الدين المسيحي من فلسطين أو الأرض المقدسة ولا الأردن لماذا؟ لأن الإعلام العالمي يريد أن يوحي للعالم بأن التطرف الإسلامي هو المهدد الأول والوحيد هو ربما هو مهدد كبير ولكن لا يجوز لنا أن ننسى أيضا أن جانب الاحتلال قد أفرغ القدس وبيت لحم وبيت سحر وبجال مهدد الأكبر من سكاني يعني احتفالات الميلاد كانت جيدة نوعا ما وسمعت من مسؤولين سياحيين فلسطينيين يقولون أن هذا العام كان العام جيد يعني سياحيا ولكن صحيح هناك موشرة نوعية في عجر آلاف سائح لا يجنب أكثر من العربي لكن أنا أعلق صراحة على كلمة قالها مهندسنا العزيز أخينا العزيز مهندس مروان أن هناك تطرف صليبي يعني لربما المصطلح يعني لا يخدم هناك لربما يعني هجمة غربية دعنا نقول ومحاولة تقسيم غربية كما حدث في ساكس بيكو في بداية قرن العشرين نحن أيضا في القرن الواحد وعشرين ولكن كلمة صليبية صراحة تثير المشاعر يعني حتى الحروب الصليبية الأصلية في قرن الوسطى نحن نفضل تسميتها بحروب الفرنجة لأنها أيضا مصالح غربية كان هناك ارتباط سياسي مع ديني سميت حروب صليبية ولكن الأصاح هي حروب الفرنجة لذلك يعني لا نريد الدخول في المتاهل وضعنا فيها جورج بوش عندما قال هناك هجمة وحملة صليبية فأثرت على المنطقة وعلى سكانها عودة إلى فلسطين يعني فلسطين تبقى القلب صراحة إن كان هناك بالفعل حل القضية الفلسطينية ومع الاسف لا يبدو الحل قريب وشيك هذا ما نأمله ولكن قصص الربيع العربي وقصص ما يسمى بالربيع العربي وقصص التطرف الحالية تجعلنا بالفعل نفكر بأننا أمام هذه الهجمة الإعلامية تريد أن توحي بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يشكل عقبة على المسيحي حتى أن في بعض رجال الدين المستخدمين من إسرائيل ذهبوا إلى جنيف وقالوا بأن إسرائيل هي الدولة الأكثر أمان للمسيحيين في الشرق للأسف دع نعم